بسم الله الرحمن الرحيم يسرني أن أتحدث إلى ندوة تونس للتبادل للتفاهم والتبادل كما يسرني أن أحيي مؤسسة أنالنت لنشاطها الثقافي المهم خصوصا في الظروف الجديدة ظروف التغير العربي والثورات العربية والحركة العربية نحو الديمقراطية التي تتمشى مع رغبات الشعوب وإصرارها على التطوير والتغيير والتحديث هناك أبور تتطلب بحث ونقاش أرجو أن تتعرض لها الندوة تتعلق بالديمقراطية وبالإصلاح وكذلك بأمور التنمية والتعاون في المجالات الثقافية وأقترح أن الموضوعين الأولين أي الديمقراطية والإصلاح هما أمران يتعلقان بالمجتمعات العربية ذاتها ويجب أن تنبع الرغبة في الديمقراطية وممارسة الديمقراطية من قرار وطني عربي في كل دولة عربية هذا لا يستدعي تدخلاً ولا يتطلب نصحاً إنما يمكن أن يكون هناك مراقبة متابعة مشاهدة فيما يتعلق به كذلك الإصلاح الإصلاح مطلوب في الدول العربية وهذا أمر يتعلق بالمجتمعات العربية نفسها وليس منصوحاً بأن يتدخل أحد في هذا الموضوع إنما هناك قطعاً متابعة نرحب بها مراقبة والمساعدة إذا طلبت أما الموضوعين الآخرين المتعلق بالدعم الاقتصادي التعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي فهما موضوعان بطبيعتهما يتطلبان التعاون المشترك في إطار المؤسسات المتوسطية التي تجمعنا في إطار التعاون المتوسطي الاتحاد من أجل المتوسط واللي تستطيع مؤسسة أنها تشتغل فيه بقوة مع مؤسسات المجتمع المدني العربي فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي المطلوب لأن هناك أزمات بتظهر كنتيجة للتغير الجزري اللي حصل في المجتمعات العربية وبالذات في تونس وفي مصر يتطلب خطة فيها نظرة للمستقبل وبعيدة عن البيروقراطية التي اتسم بها عمل برسلونة والاتحاد من أجل المتوسط وبالذات البيروقراطية في اللجنة الأوروبية كما هو معروف أما الموضوع الثاني والمتعلق بالتعاون الثقافي فهذه فرصة هائلة وربما فريدة في سدد موضوع صراع الحضارات اللي النهاردة الدعوة إلى الديمقراطية والدعوة إلى الإصلاح والدعوة إلى التحديث والتغيير كلها بتصب في خانة إيجابية بالنسبة لموضوع تحالف الحضارات اللي أيضا نبع من البحر المتوسط بالمبادرة الأسبانية التركية المعروفة وأنا بعتقد أنه هذا الموضوع الثقافي في غاية الأهمية العقول مجاهزة له ولذلك فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتعاون الثقافي هما أمران مهمان أرجو أن تركز عليهم الندوة وأن يكون هناك أليات تفكروا فيها ومبادئ تؤكدوا عليها وبالتالي نسير إلى الأمام فيما يتعلق بالتعاون في إطار البحر المتوسط الذي يجمع الدول الأوروبية ودول جنوب البحر المتوسط وشرقه هناك كما قرأت في الأوراق الكثير من المقترحات والطروحات وبعتقد بكل صراحة أنها تكرر نفسها الآن هناك وضع جديد في العالم العربي وضعه الناشئ وضعه متصاعد ويصير تكثيفه وهو التغيير اللي بيراه كثير مننا وبيؤمن كثير مننا بأنه سيصير إلى الأمام ولن تكون هناك أي ردة ولكن في النهاية هو تغير وتطور بيسير في طريقه وسوف يغطي العالم العربي كله بل الشرق الأوسط كله ما يهم هذه الندوة هو أنه يغير أو يطور من الوضع في جنوب وشرق البحر المتوسط وبالذات اللي بيهمني جدا الآن هو أن نعيد النظر في كيفية التعامل مع الموضوعات المتعلقة بصراع الحضرات ومع الأمور اللي كنا بنكلم فيها في هذا الإطار من تعاون ثقافي من تفاهم من محاولة طرح أفكار يؤمن بها الجانبين وتمنع التطرف على الجانبين ويؤهل المجتمعات المتوسطية لتعاون كبير يكون أساسه بالضرورة تفاهم ثقافي حتى لا يكون هناك هذا الشرخ ما بين الجانبين في البحر المتوسط أتمنى لهذه الندوة كل النجاح والتوفيق وأرجو أن تكون هي البداية لمقاربة جديدة أكثر إيجابية أكثر نشاطا وأكثر إقداما أخذين في الاعتبار الظروف الجديدة في العالم العربي شكرا